السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزكاة الصناعي والابحاث العلمية رديئة القيمة. اه هحكرو للكصة وبهتكلم نرجع للموضوع دوت. كان في دكتور بيدي لبعض الطالبات درس خاص بمقابل. فهو قال لهم ان الامتحان هيجي اربع مسائل. انا هتديكم تمام مسائل. زكروهم وفي اربع منهم هيجي في الامتحان. تحلهم كويس. تحلهم كويس. تحلهم اكتر من مرة لحد ما تحفظ التمام مسائل دول. حيث لما تدخل تقدر ان انت تحلهم بشكل كويس جدا. وكتب لهم التمام مسائل وش رحالهم. هما كسلوا يروها وكسلوا يكتبوها وكسلوا يقللوها. راحوا واخدين الورق وراحوا مصورينه في مكنة تصوير. وكل واحدة فيهم خدت نسخة. وبدل ما تطرقها لقد دخلت الامتحان مع الورق ده في الشنطة وراح نطلعه وحطاه وراية اللي جابها. النتيجة ان الدكتور سقطها. لو من هو بخط ايده راح نسقطهم كلهم. لان الورق بيبقى موجود في الجامعة. فلا حد عملت شك ولقل بالشكل دوت. راح نسقطهم كلهم. دي المشكلة ان اتكسل. اتكسل يعني. الزكالة الصناعة المفروض ان هو وسيلة لزيادة المعلومات. بدور على معلومة فهو يوفر ولقا. بس هو عنده هلوسة. في ده مصطلح علمي دلوقتي في التكالس معي. لو قال معلومة غلط. انت ما بتدورش وراه هتاخد المعلومة غلط دي بتحطها. يعني هو اخد كتير في التاريخ الامريكي. لكن التاريخ المصري ما عرفش فرق بين المماليك وصلاح الدين. زي ما بيحصل في الناس كتير بتقول لغبك كده في التاريخ. فهو بيدي حاجة كتير غلط. واحنا بنروح بخدينها ومسلمينها. كانت لسه فيه ادحة من كم يوم ان في بحس علمي بيناقش حاجة في امراض القلب او المخ. وفيه مفروض ان ثمان دكاترا كاتبينه ثمان دكاترا بيراجعوا. وبعد ما اتنشر. ان كان مكتوب كده. انا شهاد جي بيتي وما بقدرش افهم اللي مكتوب دوت وما عنديش اطلاع على النت فا آآ يعني التمانية ما راجعوش. الثمان دكاترا كسلوا يراجعوا. فهدي كانت فضيحة. وتسحب الحاجة ديت. انا ممكن تقول له لسلا اعمللي صورة معينة. فتتنشرت كزا صورة وهي في الجلات دار نشر جامعية واكتشفوا ان صور غير صحيحة يعني في صور مثلا عدد العظام اللي فيها اكتر من المفترض ففي مشكلة في الصور ومشكلة في المعلومات وفي الناس السفير نفسها نشرت بعض الحاجات فيها اخطاء فيها حاجات كده مكتوبة اللي هي كان مقدمة لموضوع قديد الجملة المشورة الشاتفتي فلاحظوا ان في اخطاء محرجة جدا وحتى الان بتعدي ولكن بتقفش يعني بعد ما تنشر حد يقول لي اخوانا انت وزاي هو مش مرفوض ان انت تسعين بذكاء اصنعي لكن تبقى انت مسؤول عن اي حاجات كتبت يعني لو كتب كلمة غلط لازم تخلي انت بالك وتصلحها هو بستخدم الفاظ كده زي كلمة ايه جدير بالسناء والدقيق ومعقد كلام ده مش كلام اكاديمي فلازم نخلي بالنا من الكلام نقرأه كويس ونرابعه بشكل دقيق بش المهم عدد الحاسات في تنشر المهم الجوز بتاعتها والمهم ان انت تقرأه بشكل كويس انا مسلا كنت بدرس في الجامعة وكنت بقول للطالبة تعالوا علامكم اصنعي تستخدمو ازاي وتخلوه يكتب لكم الحاجات ازاي لكن خليك جاهز ان انا نقشك يعني انت خلاص كتبت بحث عن العمارة تمام خلينا نقشك انت بتقول مسلا العمارة الاسلامية طب هل في عمارة اسلامية اه واحد انت بقى في الموضوع ده انا من رأي ان في عمارة اسلامية لكن انت نقش معي انا عايز حد ينقش بش واحد جايب لي الورق ورميه طب نقش الورق لو انت بش فاهمه ومقرأتهوش مالوش لازمة انا قبل كده كان في حد يعني بيواخد الماجستير من جامعة من بريطانيا في دمج بين علمين يعني باش اقول اسميه عشان ما يزعلش هذه الحاجة اللوانية ايه هي عشان انا بش قو فيها قال لي معرفش طب الحاجة التانية اللي انا قو فيها قال لي معرفش يعني هو مسلا بيتكلم عن ادارة المشاريع في ممالبين هو الا فهم دي ولا فهم دي انا خدت الرسالة ازاي؟ تمام؟ فدلوقتي في انا بحث كتيرة جدا النسبة تزيد يعني هم حتى الان بيقولك ان 2% من الدراسات المنشورة اكتشف انها من الزكاية الصناعة لكن الشهر الجاي ستزيد للثلاث اربعة خمسة لان بيعمل حاجة بشكل مدهش ممكن يكون في معلومات خطأ لكن التنظيم بتاعها بشكل حلو وشيك وهكذا ففي دلوقتي باحثين دلوقتي بدأت اتشافوا ان ابحثهم بيتعملها عدسيوغة وتتنشر باسمها تانية فدي عملت لهم فضيحة بدأ ان هما يركزوا وحاولوا اتشافوا الحاجات دي بدأوا يعملوا برامج تتخصص حاجة زي كده يعني من الطريق مسلا الكاتب والاعلام الكبير عبد الرحمن الراشد واحد بعث لمقال وقال له المقال ده انت كنت كتبه من خمشة سنة وانا عجبني الكلام المكتوب فلما ارى المقال ولقل ان هو يحمل بصمة بتاحته والصوم في الكتابة قال له او يعني اممكن اكون نسيت انها كتبت وصدق ان الكتاب ده او المقالة دي هو اللي كاتبها الراجل قال له ده الزكاة الصناعي قلت له اعمل حاجة بسلو عبد الرحمن الرشد فاطلها الحاجة دي فماشي استعين بزكاة الصناعي لكن قول ان انت استعمت بزكاة الصناعي بش عيب ان انت تقول يعني انا ساعات كتير بس استعين بزكاة الصناعي لكن انا مسؤول ان انا اراها مرة واثنين وثلاثة واتأكد ان الكلام اللي فيها صحيح لان هو ساعات اصلا لما تقول له المرجع يقول لك مفيش مراجع في هلوسة كده بيجيب اي معلومات يبعطها لابم تبقى الجملة بشكلها حلو طبعا هلوسة في الاول كتيرة جدا بلوقتي بدأت تقلي لك مزالت فيه نسبة كبيرة جدا من الهلوسة والاخطوء اشتركوا في القناة